فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت ورقة في بيتي فيها طلاسم ومربعات وأعتقد أنها عمل سحر فماذا أصنع بها؟ هل أحرقها؟ أو أجعلها في ماء؟ لأن بعض الناس قال لي لا تحرقها فما هو الصحيح في هذا؟ ما هو تعتقد أنها سحر؟ هذه سحر بلا شك طلاسم سحر والمربعات سحر وأتلفها بما تشاء مزقها بيدك ولا أحرقها بالنار أما اللي قالك أنها ما تحرق بالنار هذا غلطان ولا يدري المهم أنك تتلفها تقضي عليها بأي وسيلة أو تحطها بالفرام واللي تفرم الأوراق يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول عندنا بلانة منها المفتين بعضهم كثير من الجهلة يفتون بغير علم بغير علم يجيبون شيء من عندهم نعم